تتقاضع الصراخات التي أطلقتها جمعية المودعين في ساحة الشهداء مع صراخات الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الذين ينتظرون وضع آلية تنفيذية لتطبيق قانون الدولار الطلابي وإلا مصير أولادهم سيكون من دون مأوى خارج لبنان نادين أيوب طالب الطب أنا وخيي بجامعة كلوج رومانيا بتمانا من المعنية الاسترعب تنفيذ قانون الدولار الطلابي لأنه اتخطينا المهل اللي عطتنا إياها الجامعة لدفع الأقصى ومهددين بحالة لحظة أنه نرفض من الجامعة النقطة المهمة اللي بدي شدد عليها أنه نحن حسابنا بالبنك بالدولار ومعني حاولونا من حساب الدولار على الجامعة مش عارفين لأيمتن ممكن نحن نصمد لأيمتن ممكن نتحمل هذا الوضع في أستحاءات للجامعات وفي غيره مستلزمات حياتية للطلابون في طلاب انطردت وفي طلاب يعني حيكون عندهم نفس المصير في حال ما دفعوا الأقصى لهيك نحن نوجه رساري لكل المسؤولين وبالتحديد لحاكم مصر في لبنان نحن مش عم نطالبكم بمساعدات نحن عم نطالب أن القانون اللي هو من حقنا واللي نقر أنه يتنفذ تقريبا نصرف قاطع راحوا على جوجة بس النص التاني أو الأكترية منا ما قدرنا أن نروح لأنه مصرياتنا على الأنين بالبنوكة ومنا قادرين أنه نصرف دولار بالسوق السوداء فكانت النتيجة أنه تروح السنة علينا لأنه منا قادرين ندفع أقصات أو منا قادرين أنه نحن نحضر صفوف أونلاين على الأراضي الجوجية فراحت السنة علينا ولغولنا الفصل صرحة الطلاب المنتشرين في الخارج تلخص معاناتهم اليومية بين تأمين مصروفهم الشهري والقسط الجامعي حيث من المفترض أن يتم تطبيق قانون رقم 193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة ألاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار هذا القانون صدر وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22-21-2020 وقع عليه رئيس الجمهورية بعدما أحاله إليه مجلس النواب ولكنه لم يطبق حتى الآن كما يؤكد المستفيدون منه جررنا نتواصل مع حاكم مصرف لبنان كذا مرة وعساس نعمل اجتماعي نحن وإحنا ونحلها المشكلة ونشوف كيف بده يساعدنا لحتى نأمن هالقانون لأولادنا ما عبر الدبائنا إذا قصت أنه ما فيه مصاري بمصرف لبنان نحن كل القضية بتكلف 100 مليون دولار بالسنة كلها هني عبيصفوا 500 مليون دولار على السلع اللي عبيدعموها ومعروف وين عبيتروح هيدا الهدجة وين عبيتروح على دول خارج لبنان فينا نوفر شوي إذا نضبط العملية وندعم هاودي الطلاب تخضع الجامعات الأجنبية للعقود المبرمة بينها وبين الطلاب بحسب هذه العقود يحق للجامعات تجميد حضور الطلاب في صفوفها في حال التأخر في تسديد الأقصاد وهذا واقع حال عدد من الطلاب اللبنانيين الذين باتوا بمستقبلهم معلق على تنفيذ قانون الدولار الطلابي وأيضا على تنفيذ الأحكام التي تصدر بحق المصارف بحال مخالفتها للقانون لكن هذه المسألة يمكن مقاربتها من زاوية أخرى بحال لم يكن الدولار متوفرا كسيولة في المصارف ففي هذه الحالة الحلول تبقى مشهولة والطلاب مشردون